بطولة افريقيا خلال ساعات ماتش يانجا افريكانز والجولة الاخيلها كريم والاهلي رجع من ميدياما بمكسب مهم ضمن له خلاص التأهل للدوره بعين نهاية ماتش يانجا الاهلي محتاج في ايه والتأهل بقى والصدارة او الوصافة شايفها ازاي طيب احنا طبعا فعليا ندي الاهلي هو متصدر المجموعة حاليا بفارق نقطة عن يانج ندي الاهلي 9 ويانج 8 وبقى مبارا واحدة بين الاهلي ويانج افريكانز يوم الجمعة الجاي ندي الاهلي مكسب او تعادل يتملق الصدارة خلاص يانجا افريكانز عشان يخطف الصدارة بالنادي الاهلي معنوش غير حل وحيد وهو انه يكسب النادي الاهلي في القاهرة طبعا كل امان التصريح بتاع يانجا افريكانز احنا جايين مصر مش هنزول الاهرامات التصريح ده يعرفك ان ديك تماطش ايه كل واحد بيجي يعني يخش في طور التصريحات دي بتاعف ان هو بقى ايه خلاص تكين مش بركز كورة ان هو بقى ايه ان نخش في حرب الكلامية وبتاع فانتهى بموضوع وبصراحة مطش الزهاب وكل امانة في فجوة وخلي بالك الاهلي اللعب في تنزقنية غير الاهلي اللعب دلوقتي خالص توقيت ده غير توقيت ده واللعبة مختلفة انا بقول لها اللعبة مختلفة حتى مع مع يعني ان شاء الله وسامة هلعب هيددي شكل مختلف لي خط هجوم النادي الاهلي فان شاء الله بإذن الله بإذن الله النادي الاهلي يحسم الصدارة مع فوجة نظري ربما جمهور الاهلي بيتفائل لما الاهلي بيتأهل كوصيف يعني خلال السنوات الاخيرة التاريخ بيقول وصيف يعني بطل ايه الناس كلها بس احنا برضو محمد يعني من نفسي يعني ان شاء الله نجرب اصلي يوم اطلعت متصدر ايه ايه احجر على سنوات سعتاشر ايه ايه مش مختلف معك والله ارسالي بكالي في حياتي ايه برضو انت الطبيعي انك بتمشي اه للصدارة ده الطبيعي يعني تلعب ايابي لدوري التمانية على قلة على ارضك بالزبط فيها ما بقتش تفرق بس في الاخر يعني برضو المجموعة سهلة فما ينفعش برضو انت تقولي ايه انا طلعت فيها تاني مش ايه مش ايه صوت بالك المجموعات التانية فيها مفاجآت طيب تعاين بدر الكراسي انت اصلا شايف في افريق يمين ينافس الاهلي فعليه على البطولة دي مفيش برسان داونز اما انا بقيت الفرق مبقيتش دا زمان حتى كنت انا بفرج على ماتش الترجي والنجم الساحلي وده ماتش قوي ماتش ديربي ديربي الكرة التونسية وبيتلاقي في افريقيا بصراحة ملقيتش المستوى يعني ايه المقمول يعني الترجي سبتين سفر اه بس ومعهم ولا ببرازيلي كويس وكل شيء بس الترجي برضو مش بعيد والوداد كمان يعني مش عقول بعيد ده الوداد من يكون يخرج الوداد اصلا مصيره مش في ايده يعني مصيره فعلا مش في ايد سمبا يكسب بايه نتيجة خلاص ماتش الوداد وقاسك مارش فيه خالص فلقصده انت بس مستاني تعرف البراكتز بتاعتك هتخليك تواجه سانداونز فين واضحا في الاتبالي انا بشوف ان سانداونز الصدارة بالنسباله هتبقى سهل واعطاها طبق المحمد لو سانداونز اول واهلي اول يعني ربما ما هيقابلوش بعض غير فاين لا ممكن لا ممكن سمي فاينال ممكن سمي فاينال انه بياخده التواني مع الاوائل اوكي وبعد كده بقى بتبقى فيه قرعة انت ممكن تلاعب اوائل لو انت كسبته هم كسبوا فتبقى قرعة فاهم فاهم بس انا احساسي ممكن يطلعه تاني يعني احساسي ممكن سانداونز يطلع تاني لو حصل تعادل والله بس انا بشوف ده من مازمبي مازمبي قوته على ارضه مازمبي برا ارضه شكرا بيفقد كتير بيفقد كتير بيفقد حكام بيفقد حاجات كتيرة حاجات كتيرة مازمبي مرة اقلق من مازمبي تحديدا في دور التمانية صحيح لكن في نفس الوقت اقلق من سانداونز يفنية ما تشوف ارضه سخيف وانت فعلا امانة مبتلعبش مازمبي بس كل امانة والله مازمبي من زمان كده يعني مازمبي طول حياة ومساحب ما راح الملعب ده الامانة يعني قلمة قلمة ما اعتقد فرق عربية اخرجت مرة اعتقد الودادة كان فريق جزائري كذبه في دور الابطار بصراحة ماتش سخيف جدا وماتش انت بتلعب في كورة والامانة برضو الحكم اللي بيتم تعيينه من البرادة لو مش من النخبة في افريقيا انا اسف والله بجد انا اسف بتشوف قرارات في الملعب يعني انا اسف اقول انها مدفوعة الاجر كل امانة بس في الاخر احنا في الوقت الحالي بنقول ان النادي الاهلي لو ان شاء الله صعب متصدر انت هتبقى في مواجهة اما اعتقد التراجي او الهلال برضو لسه عندهم ماتش بس التراجي لو تعادل خلاص اتقل بس الهلال الخيره بماتش في تونس يعني التاريخ مع التراجي في المواجهات من النوعية دي كتير قوي قوي ماتش حلو بتفرجو عليه ماتش التراجي والهلال في الجولة السادة طيب لو هنحسبها كده مثلا نفترض لو دول طلعوا تواني مازمبي سيمبا التراجي سيمبا ده اسهل سيمبا انا محب مواجهة سيمبا اه من المواجهة في تنزانيا الناس ما بتحبوش بس في الدور الفريقي اللي عبنا ستة نعم اللي عبنا ستة المغرب صحيح حصل بس الاهل السادة انتش حلوة والبطولة دي مكتش لسه ايه عالف احنا برضو ايه قريبات موسم الاهل اه الاهل مع اي بطولة جديدة ما بداعبها اول مرة ما بيبقاش في افضل حالته بطولة دي بصراحة مكتش ذكرها مكتش حلوة معانا فانا اعتقد لا 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 الاهل الوقت صدقني ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله بإذن الله لنهاية الموسم ده هنتفرج على كرة حلوة هنتفرج على الاهل مختلفة ايزا انت في المشور الافريقي شايف مبارات الاهل ويانج افريكانز ان شاء الله الصدره مضمونة ان شاء الله ولو قابلت تحدي من التواني اللي ذكرناهم سيمبا الترجي او مازينبي في متناول الاهل في نهاية شهر شهر اسخف ماتش فيه اسخف ماتش فيه اسخف ماتش فيه اسخف ماتش فيه تالترجي لو طلع تاني مايتمناش ميلعبش الاهل الترجي هو مش هيتمناش يعني التاريخ كله دلوقتي يقولك تالتة سفر اه وفرانس يعني صح صح نفس مدرب بنفس اللعيبة ونفس كل حاجة